بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتحدث عن بابين مهمين في قانون المرافعات الباب السابع والباب السادس الباب السابع بيتكلم عن عوارد الخصومة اللي هي الوقف والانقطاع والسقوط وترك الخصومة والباب السادس بيتكلم على الدفوع ابتداء من المادة 108 الدفوع الشكلية وبعدين المادة 109 بتتحدث عن الدفوع المتعلقة بالنظام العام اللي هو الاختصاص النوعي أو الوظيفي والمادة 115 بتتحدث عن الدفوع الموضوعية اللي هي الصفة والمصلحة احنا بنتكلم النهاردة على الدفوع فيه الدفع شكلي لابد أن يبدأ قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه قبل ما تناولوا الموضوع لابد من التمسك بالدفع الشكلي المادة 108 بتدي مثال على ذلك الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو الدفوع الشكلية المتعلقة بإعلان الصحيفة لازم أبديها قبل التحدث في الموضوع وإلا سقط حقي في التمسك بيها إذا ما تكلمتش في أول لو أنا بعمل استقناف وما كنتش حضرت في أول درجة لابد أن أتمسك بصحيفة الاستقناف بالدفوع الشكلية لابد أن أقول والله المحكمة غير مختصة مختصة محليا وده دفع شكلي لابد أن أتمسك بيه لكن المادة 109 بتتكلم عن الاختصاص النوعي أو القيمي النهاردة التعديل اللي حصل بالقانون 191 لسنة 2020 خل اختصاص المحكمة الجزئية 100 ألف جنيه يعني معنى ذلك أني لو حتى أنا ما طلبتش هذا الدفع المتعلق بالقيمة المحكمة تقضي بيه من تلقاء نفسها بمعنى أننا لو مش متابع وعارف أن فيه تعديل في القيمة ورفعت الدعوة رغم أن هي تزيد عن 40 ألف حسب القانون الأديم والمحكمة متابعة وعارفة أن فيه تعديل بالقانون 191 لسنة 2020 المحكمة تقضي بالأحالة إلى المحكمة الكلية المختصة إذا كان المبلغ يزيد عن 100 ألف جنيه أما الاختصاص النوع بقى إذا كان قضاء عادي أو قضاء إداري برضو المحكمة تقضي بيه من تلقاء نفسها الدفع المتعلق بالمادة 115 اللي هو الشروط القبول الدعوة اللي هي في الصفة والمصلحة برضو إذا أنا ما تمسكتش بيها المحكمة تقضي بيها من تلقاء نفسها لأن دي دفوع متعلقة بالنظام العام الفصل الثاني من الباب السادس بيتحدث عن الطلبات العارضة أو مسألة أن أنا أعدم أنا مدعي المادة 124 قالت لي أن أنا ممكن أضيف سبب آخر للدعوة أو أعدل طلباتي أو أطلب تعويض وإيه ده الحق للمدعاء للمادة 125 أنه هو يواجه الدعوة بدفع أو طلب عارض أنه هو يطلب المقصة القضائية أنه هو يطلب الاتخاذ إجراء تحفظي فهنا الإدخال وفيه التدخل بقى أن أنا ممكن يتخني في الدعوة أو أتدخل كمدعاء علي أن أنا لي طلب في الدعوة أتدخل سواء هجومي أو اندمامي لأن التدخل الهجومي لا يجوز في الاستئناف وبيعتبر التدخل في أول درجة سواء اندمامي أو هجومي تدخل مالوش طلبات الاندمامي مالوش طلبات لكن التدخل الهجومي بيعتبر خصم في الدعوة لأنه بيطلب طلب يختلف عن المدعى عليه والمدعي فهو لي بيعتبر صاحب طلبات في الدعوة فهنا التدخل لابد أنه هو ممكن يبقى بمذكرة وممكن يبقى بصحيفة دعوة أما بقى الباب السابع فبيتكلم عن عوارد الخصومة اللي هو الوقف الاتفاقي يجوز أنا وخصمي قدام المحكمة أن احنا نطلب وقف الدعوة لمدة فترة معينة ثلاث شهور لأن فيه مبادرات للسلح ده المتعلق بالمدة 128 أما الوقف التعليقي بقى المتعلق بالمدة 129 فإن الدعوة أخرى تكون خارجة عن اختصاص المحكمة اللي منظور أمامها الدعوة والمحكمة ما تستبان لها من جدية الارتباط ما بين الدعويين إن هي توقف الدعوة تعليقا لحين الفصل في الدعوة الأخرى ده الوقف التعليقي اللي هو متعلق بالمدة 129 العارض الآخر اللي هو انقطاع الخصومة في حالة وفاة أحد طرفي الدعوة المحكمة بتنقطع الخصومة لحين تصحيح شكل الدعوة طب أقدر المدة 128 بتتحدث عن إن والله ممكن يكون الدعوة مهيئة للحكم الدعوة مهيئة للحكم برغم وفاة أحد الخصوم لها إن هي تحجز الدعوة للحكم ولكن المدة 127 بدد للصادر ضد الحكم مواعيد معينة وإجراءات معينة في الإعلان آخر حاجة بقى اللي هي السقوط المدة 134 إن في سقوط والله محكمة النقضة نقضة الحكم فالمفروض إن الطاعن يعجل الاستقناف خلال ست شهور ده بالتعديل 92 لسنة 99 إن هو يعجل الاستقناف بتاعه خلال ست شهور وإلا قضية بسقوط الاستقناف وهذا السقوط ليس متعلق بالنظام العام باعتبار إن المحكمة لو وجدت إن ما فيش عذر أو في عذر عن المعجل لا تقضي بالسقوط الترك الخصومة يجوز ترك الخصومة في الاستقناف يجوز ترك وبيعتبر الترك يؤدي إلى أن يصبح حكم أول درجة نهائي وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة